ألاف المعتقلين العراقيين يرزحون داخل السجون منذ سنين طويلة انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بتهم كيدية عن طريق المخبر السري والذي اعتمد خلال فترة الحكومات السابقة لا سيما حكومة نور المالكي التي كانت تنفذ حملات اعتقال يوميا تطال المئات في محافظات شمال وغرب ووسط العراق كما استخدمت تهمة الإرهاب بدوافع سياسية وأخرى طائفية منظمة العفو الدولية في تقرير لها كشفت عن وجود 7900 شخص محكومين بالإعدام في العراق حتى نهاية عام 2022 بينما نفذت عمليات الإعدام ب41 شخصا في عام 2022 تقرير منظمة العفو الدولية يأتي بعد أسابيع من تأكيد وزير العدل في حكومة الإطار التنسيقي خالد شواني وجود 8000 محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى الإرهاب داخل سجون وزارته مصادر الصحفية كذلك أكدت تسجيل 24 وفا بين المعتقلين المحكومين بالإعدام في سجن ناصرية في غضون الأشهر الستة الماضية موضحة أن السلطات الحكومية تورطت بتصفية هذا العدد في المدة بين منتصف شهر 22 عام 2022 إلى مطلع أيار من عام 2023 وبيّنت أن جميع الضحايا كانوا قد اعتقلوا منذ سنوات بناء على تهمة الإرهاب التي توظفها السلطات الحكومية طائفيا حيال هذه الإعدامات يدور الحديث حول مشروع قانون العفو العام الذي يواجه معارضة قوية من قبل أحزاب الميليشيات حيث سيفتح هذا القانون الباب للبحث عن المفقودين والمغيبين قسريا الذين اعتقلوا على يد الميليشيات وترجح مصادر أنه تمت تصفية نسبة كبيرة منهم وما المقابر الجماعية التي تكتشف تباعا إلا دليل ملموس على تصفية هؤلاء المعتقلين